غطاس في بلاد الأنناس غطاس! أتود الانضمام إلى رحلة الصيد هذا المساء؟ صاح البطريق مقدام أدار غطاس رأسه بريماً نحو مقدام وهزه بالنافي ثم أكمل حل الكلمات المتقاطعة فجأة رأى شيئاً فضحك ولمعت عيناه هل تود الذهاب إلى بلاد الأرض السعيدة؟ حيث الأشجار الوارفة والأزهار الملونة والفواكه الطازجة؟ ما عليك سوى الاتصال بالرقم في الأسفل؟ التوصيل مجاني حاول الجميع الثاني غطاس عن قراره لكنه قال دعوني سأترك أخيراً هذا المكان الممل الكئيب حيث لا أشجار ولا رمال لا عصائر ولا حلوة ولا ألعاب استغرقت الرحلة بضعة أيام ثم أدخل العمال غطاساً إلى مكان واسع فيه براك وصخور وأشجار هاتف غطاس ما أجمل المكان وتنوع الألوان صار غطاس يستيقظ صباح كل يوم يأكل ويشرب ويستلقي ويلتقط صوراً مع الزوار ويلتقط صوراً أخرى مع الزوار ثم يستلقي ويشرب ويأكل وهكذا مرت الشهور كأنها الدهور وفي يوم من الأيام تذكر بيته الثلجي المنعشة وساحات الجليد التي كان يمضي فيها مع البطاريق أحلى الأوقات تذكر الغوص في المياه مع الفقمة وفيل البحر وإجراء المباريات والمسابقات اشتهى طعم الأسماك والسرطانات والحبرات الطازجة التي كان يأكلها بالعشرات فوقف وقال لا أريد البقاء هنا أنا لا أنتمي إلى هذا المكان حزم أمره وذهب إلى مدير حديقة الحيوان قال بشدية أخفض المدير نظارته وتأمله ملياً ثم أشار للعامل وقال أعده إلى مكانه في الحديقة يا رفيق قال غطاس بأسه يبدو أنهم لا يفهمون لغة البطاريق فجأة خاطر في باله أمر بينما كان الزوار محتشدين حوله ترنح يمنة ويسرى ثم أسقط نفسه أرضاً وبسرعة هرول إليه الطبيب قاس حرارته ثم أعطاه حقنة في الوريد بكى غطاس وصاح لا ليس هذا ما أريد أعدوني إلى بيتي الآن أنا لا أنتمي إلى هذا المكان لكن لم يعده العامل إلى بيته بل أرجعه مرة أخرى إلى مكانه في الحديقة استلقى غطاس وقال يا ليت لي جناحين كبيرين يساعدانني على الطيران أو مخالب قوية تساعدني على حفر الأنفاق وفجأة وقف وقال قد لا أستطيع الحفر ولا الطيران لكنني سباح ماهر وانتظر حتى حل المساء ونام الجميع ثم غطس في ماء البركة باحثا عن منفذ سبح وسبح وعلى مسافة ليست ببعيدة وجد نفقا يقود إلى مياه عميقة صاح عندها يبدو أنه المخرج ثم وجد بضعة دلافين تسبح فأردف يبدو أنني اقتربت من مياه المحيط وواصل السباحة حتى وجد بضع فقمات يسبحن في المياه التي أمست باردة فهلل يبدو أنني اقتربت من القطب أهلا بمسكني ووطني أهلا بأصدقائي وأهلي ثم فاجأه صوت يهتف أهلا أهلا أخيرا وجدتك قال العامل ذلك ثم حمل غطاسا وأعاده إلى مكانه في الحديقة ونام غطاسا والدموع تملأ عينيه وفي اليوم التالي حدث شيء غريب جاء العمال حملوا غطاسا ووضعوه في السفينة ثم أبحروا بعيدا بعيدا سمع غطاس أحد العمال يقول هذا البطريق لن يتوقف عن إثارة المتاعب وأخيرا سنرتاح منه خاف غطاس وراح يضرب أخماسا لأزداس أسيبيعون لحمي؟ أم سيصنعون من ريشي دفوفا وطبولا؟ رمى العمال غطاسا على شاطئ القطبي ورحلوا قفز غطاس من الفرح وهلل وعانق رفاقه وعانقوه أمضى غطاس أيامه يلعب ويتزلج مع الأصدقاء ثم يذهب في رحلات الصيد في المساء لكن بعد بضعات أشهر هل تود الاستلقاء على الشواطئ الذهبية؟ حيث الشمس الدافئة والمناظر الخلابة ستأكل الفطائر المحلاة وتشرب عصير الأنناس نهارا ثم تقيم حفلات الغناء والشواء مساء ما عليك سوى الاتصال على الرقم أسفل الورقة؟ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر